أكد منصق القوافل الطبية بالبحر الأحمر وسيم إدوارد انتلاق القافلة بالوحدة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة الطبية مشيرا إلى أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 139 حالة بمختلف التخصصات الطبية والكشف المبكر عن الأمراض المنزمنة أشار وسيم إدوارد إلى أنه تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر كما أكد محافظ ألمينيا أسامة القادي ارتفاع مؤشرات الإنجاز ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يتم تنسيق الدائم مع كافة الشركات والهيئات لتوصيل المرافق تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري بحضور رؤساء المراكز المستهدفة وقال المحافظ أنه يجري العمل على تنفيذ المشروعات بالنطاق خمسة مراكز مستهدفة في 192 قرية بإجمالي 757 تابع يتم خلالها توصيل الخدمات والمرافق بتسعة عشر قطاعا خدميا تنفيذا لتكلفة الرئاسية بتطوير قرى الريف المصري وضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين ترجمة نانسي قنقر